أحمد سعد وزوجته علياء الباسيوني اتطلقوا مبارح وده كان برغبة أحمد سعد شوفوا ستوري علياء بعد الانفصادك صغرت لكم نفسي عشان تغيروا بكلام وتشوفوا هي كتبقه حيالوا بكلام كله مليون وجعحها وجرحها وبجد يعملين فيه جماعة بعد الستات عن أحمد سعد زي ما انتو شايفين في الرسالة بتقول حباشكر أحمد سعد على تدمير أسرتنا الجميلة وبجنا اللي أنا تعبت فيه لوحتي تماما وحقيقة كلنا ملاحظين تعب علياء باسيوني من سعف ما دخلت في حيات أحمد سعد ومن زي بقى شخص ملتزم أكتر ونجح أكتر وأكتر في حياته بعكسه ده قبل كده كان دايما مضيع موهبته وشغله في حاجات تانية فما حدش يدخل ستات في حيات أحمد سعد تانية جبا حفاظوا عليهم من الجرح وال والأزل اللي هما بيتعرضوه والناس اللي كانت بيتلوه على سمية الخشاب ووضحن للايب ثمين وكلين عرفنا للايب ثمين وربنا يهدي السر لأحمد سعد وعلي أمروته وربي ربي يعني هتسترهم وفاق ترجمة نانسي قنقر